ناشقا باريبور لهمبالحوشا في بيشكتن واجداء في لهمباليانتو دبال اشبار بيشكتن والنقطة الأخرى المهمة والتي لا تقل أهمية عن السابقة وهي اعتبار أن الحرب حالة طارئة ودخيلة على العلاقات الإنسانية ومن خلال دراسة متوازنة للتاريخ الإنساني نجد بأن الحرب في حقيقته بعيدة عن الحالة الإنسانية الطبيعية التي يسميها المفكر عبدالله أجلال المجتمع الطبيعي وظهور الحرب كحالة دخيلة وحالة مرضية متفشية ظهرت مع ظهور أشكال السلطة التي بدورها لا تمثل جوهة وحقيقة المجتمع بداية دعونا نتطق على أن غياب السن الابتماعي والسلام من شكل أهم كقيمة في منطقتنا والإنطلابات التي تعيشها منطقتنا منذ ظهور طويلة بترجع في أحد أسبابها لغياب قيم نبيلة ونادت بها الفلاسفة منذ ظهور طويلة وأيضاً نادت بها الرسل والأنبياء جميعاً وهي قيم العدل وحرية ومنطقتنا ولكن الطويلة والديمكنقية المقيم السابية إذا ما زادت في أ bell مجتمعات بيصول السلام في هذه نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نعتبر القائد عبدالله أجلان بطل وطني قومي يمثل الإرادة السورية في مواجهة الطغار ودول الاستعمار والعدوان والطغيان التركي نحن في يوم السلام نحن نؤمن في الحزب السوري القومي الاجتماعي بأن السلام أن تقر الأمم المعتبية بحقوقنا في الحياة والسلام والحياة الحرة الكريمة نحن نعتز بعبدالله أجلان الذي جسد وقفة عزي آمن بها شعبنا بإرادة الحرة لأنه آمن لم نكن أحرارا من أمة الحرة في حريات الشعوب علينا وإني أرى في وحدتنا وحدة الشعوب القائدة على مشروع الألماني الديموقراطي المركزي المبني على أساس العدل وهريت الشعوب هي الحل الموجود على المنظر المنظور ولا يمكننا الحصول على السلام إلا بوحدتنا واحترامنا للآخر والتعايش بين أبناء الشعوب والحرية لأحرار العالم أو كيفية إنهاء قانون الدولة التركية فكما هو معلوم منذ 24 عاما وبالتحديد من شهر شباط عام 1999 والسيد أجلان معتقل في سجن إمرالي وعلى مدار هذه الأعوام حدثت تغيرات سياسية عديدة على المستوى الحقوقي في إمرالي أولها تغيرات في القوانين التركية من جهة اعتقال السيد أجلان في شزيرة وتغيرات التي حدثت بالنسبة لوطنه الصحي ترجمة نانسي قنقر